اقرأ القرآن والأثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سنتكلم في تفسير سورة التكوير وقد روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى إذا الشمس كورت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت أي لفت وذهب بضوءها فأظلمت فالشمس يوم القيامة يذهب ضوءها هذا معنى كورت فإن الشمس يلف ضوءها فيذهب انتشاره وانبساطه في الآفاغ كذلك القمر يذهب ضوءه يوم القيامة كما قال الله عز وجل وخسف القمر ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا النجوم كدرت أي تساقطت فالنجوم يوم القيامة تتساقط ثم قال الله عز وجل وإذا الجبال سيرت أي تزال الجبال عن أماكنها كما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وقال الله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا فالجبال يوم القيامة تزول عن أماكنها لا تبقى كما هي عليه الآن تصير غبارا متفرقا وإذا العشار اطلت العشار هي النوق الحوامل التي مر على حملها عشرة أشهر وهي تعد من الأموال النفيسة عند العرب لكنهم في هذا الوقت أي عندما يحصل هذا الذي أخبر الله عز وجل عنه في القرآن يوم القيامة ينشغلون عنها لما دهاهم من الأمور وإذا الوحوش حشرت أي جمعت يوم القيامة فالوحوش تجمع هذا معنى حشرت فتحشر يوم القيامة ليقتص من بعضها لبعض ثم تصير ترابا وهذا على وجه ضرب المثل لإظهار العدل وإلا فإن البهائمة لا تكليف عليها وإذا البحار سجرت أي أوقدت فاشتعلت نارا وإذا النفوس زوجت أي قرنت الصالح مع الصالح في الجنة والكافر مع الكافر في النار وإذا الموؤودة سئلت وهي الجارية التي تدفن حية فكانوا يدفنون الجارية الجارية إما خوفا من الفقر أو خوفا من العار لأي ذنب قتلت وهذا حكاية لما تخاطب به وجوابها أن تقول بلا ذنب وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال ومعنى نشرت أي فتحت ويحتمل أن يكون المعنى فرقت بين الناس فأصحاب اليمين وهم المؤمنون يأخذون كتبهم بأيمانهم والكفار هم أصحاب الشمال يأخذون كتبهم بشمائلهم نعوذ بالله من ذلك وإذا السماء كشيطت أي نزعت من مكانها وطويت وإذا الجحيم سعرت الجحيم أي نار جهنم ومعنى سعرت أي أججت وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها ليدخلوها ثم قال الله عز وجل علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس ما أحضرت من خير أو شر ثم قال الله عز وجل فلا أقسم بالخنس هذا قسم من الله سبحانه وتعالى فلا أقسم معناه أقسم بالخنس والخنس زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة الجواري الكنس تجري الخمس مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى مع ضوء الشمس فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس والليل إذا عسعس هذه الكلمة عسعس هي من الأضداد معنى ذلك لها معنيان معنيان متضادان فهي تأتي بمعنى أقبلة وتأتي بمعنى أدبرة فقد أقسم الله عز وجل بإقبال الليل وإدباره والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس معناه طلوع الفجر ومن العلماء من فسر الآية بطلوع الشمس والله أعلم إنه لقول رسول كريم هذا جواب القسم إنه أي القرآن لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام فهو أي سيدنا جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد وصف الله عز وجل جبريل بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين أي هو قوي سيدنا جبريل عليه السلام هو قوي من قوته رفع قرى قوم لوط ومن قوته أنه صاح صيحة واحدة في قوم ثمود فماتوا وهو مكين أي هو ذو مكانة هو ذو جاه ومنزلة وهو مطاع كما قال الله عز وجل مطاع ثم أمين الملائكة تطيعه ومعنى ثم أمين هو أمين على الوحي كما وصفه الله عز وجل بقوله نزل به الروح الأمين ثم قال الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون والمراد هنا بصاحبكم ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني محمد عليه الصلاة والسلام والخطاب لأهل مكة وهذا أيضا من جواب بالقسم وذلك أن الله عز وجل أقسم أن القرآن نزل به جبريل وأن محمد ليس بمجنون كما يقول هؤلاء المشركون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ أي رأى محمد جبريل وهو بالأفق المبين أي بالأفق الأعلى في ناحية المشرق كما قال الله عز وجل وهو بالأفق الأعلى وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ يعني محمد صلى الله عليه وسلم والغيب أي خبر السماء الوحي الذي ينزل عليه أي إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يبخل بتبليغ ما أمره الله عز وجل به هذا معنى وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ أي لا يبخل محمد صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ ما أمره الله عز وجل به وما هو بقول شيطان الرجيم أي إن القرآن الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس قول شيطان الرجيم الرجيم يعني المرجوم وذلك أن كفار مكة قالوا والعياذ بالله إنما يجيء به الشيطان فيلقيه يعني قالوا عن القرآن يجيء به الشيطان فيلقيه على لسان محمد على زعمهم قالوا ذلك فرد الله عز وجل عليهم وقال وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون معناه فأي طريق تسلكون هو أبيل من هذا الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا ذكر للعالمين أي إن القرآن ذكر موعظة للعالمين يتعظ به من وفقه الله عز وجل لذلك فقال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم ثم بيّن الله عز وجل أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئتنا تحت مشيئة الله فمن اختار الإيمان والتعظ بالقرآن فهذا بتوفيق الله عز وجل نسأل الله عز وجل حسن الختام والله أعلم وأحكم